السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم عزيزي المشاهدين في لكل زمان ومكان والذي يأتيكم خلال شهر رمضان المبارك يوبيا رمضان مدرسة الأخلاق والقيم ودورة تدريبية سلوكية على التحلي بالصبر والحلم فنجد الإسلام يحثنا على التحلي بالصبر والحلم خلال شهر رمضان كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن امرؤون صائم فكم منا من يشتم ويغضب ويخاصم في نهار رمضان معللا ذلك بأنه صائم فلماذا نرى هذه السلوكيات وكيف نهذب هذه الأخلاقيات هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم أناقشه مع فضيلة الشيخ حسين حلاوة الأمين العام للمجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء كما نفتح خطوط لكم لأسئلتكم الفقهية حول موضوع هذه الحلقة وكافة تساؤلاتكم الفقهية وبإمكانكم من الآن إرسال الرسالة النصية على هاتف البرنامج المباشر المجاني والذي سنجيب على تساؤلاتكم التي تريدون ونعطي الأولوية دائما لمن يتصل بهاتف البرنامج المباشر فضيلة الشيخ حسين المولى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم هكذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه في القرآن الكريم هكذا كان في رمضان وفي غير رمضان لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثنا أن يكون التزامنا خلال شهر الطاعة بالأخلاق الحسنة خلال الصوم التزاما يكتمل معه أجر الصائم فما هو ذلك الارتباط الذي أورده النبي صلى الله عليه وسلم بين الصوم والأخلاق الحسنة أعوذ بالله السمع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأزكى الصلاة وأتم التسليم على سيد إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحب الكرام ومنصار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد أحييك أخي الحبيب الأستاذ جمال وحيي إخواني أخواتي المشاهدين في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى وأبارك لهم الأيام الطيبة المباركة التي تضلنا والله أسأل أن يجعلنا من عتقائه من النيران في هذا الشهر الكريم وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه اللهم آمين حبيب الأخلاق في الإسلام لها منزلة عظيمة الأخلاق عندنا ليست عدات وتقاليد الأخلاق عندنا ليست نوافل الأخلاق عندنا فريضة لذلك تجد متعلقة بالدين كله لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له تجد متعلقة بالعبادات إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي من لم تنهى صلاة فلا صلاة له كذلك الصيام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه كذلك تجدها في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين والحج مدرسة لتهديب الأخلاق كذلك رمضان رمضان شهر يعيش فيه المؤمن ثلاثين يوما يدرب نفسه على كذم غيذه ويدرب نفسه على حسن الخلق حتى يكون ذلك زادا له في العام كله لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على أن نضبط أخلاقنا وسلوكنا في رمضان إن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله حتى أو قاتله مش فقط يعني سابه أو شاتم حتى لو قام يقاتله فليقول إني صائم إني صائم هكذا في الحديث مرتين إني صائم إني صائم لماذا؟ حتى يذكر نفسه بالعبادة العظيمة حتى لا يجور على هذه العبادة التي قال الله عز وجل أنا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به وهذا من سوء الأخلاق قول الزور والعمل بالزور ولعاذ بالله قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه طيب فضيلة الشيخ المعروف طبيا بأن انخفاض الطعام وانخفاض السوائل في الجسم يخفض الجلوكوز والسكر وهذا يؤثر على المزاج فهنا نتحدث من الناحية الإيمانية كيف يكون رمضان مدرسة سلوكية ليعدل سلوك الإنسان على الرغم من أن فيزيولوجيته قد ربما تبرر أن يكون عصبيا من هنا الإسلام جاء يا سيدي أولا يدعو المسلم دائما إلى أن يقدم غيظة يعني لما جاء الرجل وقال يا رسول الله أوصني قال لا تعضب فكرر مرارا فقال لا تعضب هذا في غير الصيام تمرين كذلك أما إذا جاءت مدرسة الصيام فمع الإقلال من الطعام تنكسر الشهوة تنكسر شهوة البطن وتنكسر شهوة الفرج لا شك وبالأحرى كذلك أن تنكسر شهوة اللسان عن السب وعن اللعن وعن وعن إلى آخره بالأولى أن يتدرب المسلم تدريب الحياة كلها تدريب إنما الحلم بالتحلم وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني التدريب التدريب العملي على الأخلاق هو منهج هذا الشهر الكريم القويم أن المسلم يتدرب يعني يحاول زي ما تكلمنا بالأمس الإجابة على سؤال يعني وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لأدري كان هنا أم كان في حلقة أخرى كان عندي وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها تعود الإنسان أن يستبر يسمى استبار يعني المعاملة يعني تحتاج إلى إلى شيء من بذل التحمل من بذل التصبر من بذل التحلم حتى يكون الإنسان صبورا وحتى يكون الإنسان حليما هل هناك فضيلك الشيخ يعني شيء يساعد على ذلك هذه العادة السيئة التي بدأنا بها في هذه الحلقة حول الأخلاقيات التي يجب أن نغيرها في رمضان هي فعلا من أكثر الأخلاقيات شيوعا ألا وهي الغضب العصبية كيف يمكن للإنسان فعلا هيك بأنفل بدروس عملية خلال شهر رمضان أن يتخلص من هذه العادة السيئة والسلوك الخاطئ أنا زرت بلدا لن أذكر اسمها لأن هذه العادة وجدتها فيها حضرت فيها جزء من شعبان وأول رمضان ورمضان يعني فوجدت الناس في شهر رمضان في المساجد الدخلين وكل واحد منهم معاه عصى غليظة كذا فتعجبت وسألت قالوا هذه من عاداتنا تسمى الصميل الصميل قالوا هذه من عاداتنا إذا جاء رمضان أول شيء نعده أن الرجل لا يستطيع أن يخرج من بيته إلا بياذ الصميل لماذا؟ حتى لو أساء إليه أحد ليس أمامه أن يضربه إلا به يعني يصفع إلا بياذ الصميل قد يعني يسبب فيه عاها وقد يقتل ما حوله الأخوة ألا بالله يعني المفروض عكس ذلك مع هذا الذي قلت لهم الأصل لا الأصل أن الإنسان تحلى بالصبر لأن الصيام هو الصبر رمضان شهر الصبر والإنسان لابد أن يعود نفسه على هذا يعود نفسه على الصبر يعود نفسه على الأخلاق فمثلا يعيش كثيرا مع كتاب الله سبحانه وتعالى يقرأ القرآن ينشغل بذكر الله سبحانه وتعالى يشغل جوارحه بالطاعة يعني إذا كان بقى يعني لا يجد في نفسه إلا العنف والشدة لينم يا سيدي إذا أضعف الإيمان لينام حتى يرحى الناس من شره لكن الأصل إن الإنسان يتذكر دائما أن هذا الشهر شهر الصبر هو شهر القرب من الله سبحانه وتعالى شهر يقربه إلى الله عز وجل وليس يبعده يقربه من الناس وليس يبعده لذلك عليه أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى الاكثر من ذكر الله عز وجل يعود الإنسان على الصبر طيب الآن من الأخلاقيات والسلوكيات الخاطئة فضيلة الشيخ التي رتبتها حسب العديد من الأحصائيات أكثر السلوكيات الخاطئة لدى المسلمين في رمضان السهر الوقت هو أثمن ما لدى الإنسان الآن الإنسان هو بضع أيام كما قال أحد الفقهاء إذا ذهب يومه ذهب جزء منه أو ذهب بعضه كيف يمكن للمسلم أن يجعل هذا الوقت الثمين طاقة إيجابية له وعداد حسنات يزيده في رمضان بدلا من أن يضيعه بالسهر في الليل وحتى أيضا يضيع حتى وقت النهار لأنه إذا سهر في الليل فسيضطر للنوم في النهار نحن نرى للأسف أجهزة الإعلام في كثير من البلاد الإسلامية والعربية يعني تعد العدة للهجوم على شهر رمضان كأن بينها وبين شهر الصيام ثأر لابد أن تأخذه ولذلك نراها تعد المسلسلات الفاضحة المسلسلات والعياذ بالله يعني التي فيها الأخلاق السيئة والعدات البذيئة المسلسلات التي فيها انتهاك لحرمات شهر الله سبحانه وتعالى حتى يتلهى الناس بهذه المسلسلات بدلا من أن يذكروا الله سبحانه وتعالى وكثير من هذه المسلسلات ربما تأتي إما قبيل الغروب حيث يجب أمش يجب حيث سن للمسلم أن يجلس ليدعو دعوة لعلها تكون مجابة للصائم عند فطره دعوة لا ترد بدل من أن يجلس ثم يأتي بعد الأذان ليمسك التمر في يده ويدعو وهذا ليس وقت الدعاء وقت الدعاء قبل الغروب تمام؟ أو للأسف تأتي المسلسلات بعد الإفطار لحتى تلهي الناس عن صلاة القيام النبي عليه الصلاة والسلام يحث الناس على قيام رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رمضان شهر لطاعة الليل وليس شهر للمعصية ليس شهر للسهر فيما يغضب الله عز وجل إنما هو شهر للسهر في قيام الليل شهر للسهر في ذكر الله في تلاوة القرآن فإن القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة يقول القرآن يا رب هذا عبدك يعني قطع الليل يتلوني والنهار كذلك الصيام يقول يا رب عبدك هذا حرم نفسه الطعام والشراب فشفعني فيه فأشفع فيه الصيام كما يشفع القرآن لكن للأسف الكثير مننا يضيع أوقات رمضان دون أن يستفيد منها بالذكر والطاعة وهنا أسأل فضيلة الشيخ ما مسؤولية المؤسسات الإعلامية التي تضع البرامج هذه التي تضيع على الناس الأعمال الصالحة تضيع على الناس الفرائض المكتوب وحتى الصلوات هذه المؤسسات التي تجعل رمضان للأسف بدل من أن يكون موسما للطاعة تجعل موسم للمسلسلات والأفلام والمسابقات والمصيبة الأكبر أنها حتى تختار أوقات الذروة لهذه المسلسلات في وقت الطاعات العظيم تختارها إما قبيل الإفطار أو بعد الإفطار نعم هذه المؤسسات الأصل فيها أنها مؤسسات ملك للشعب أولا ملك للناس لأن العاملين فيها يأخذون أموالهم من الضرائب التي تفرض على الناس فالأصل فيها أن تكون خادمة لا هادمة ولكن للأسف نحن نرىها تهدم تهدم الأخلاق والسلوك نرىها تضيع القيم من الناس لذلك نرى أثر هذه المسلسلات في الأخلاق العامة عندما نسمع أن زوجة مثلا قتلت زوجها أو أن زوجا قتل امرأته أو أن ابن تعد على أبي يعني سلوك عجيبة نرى ونسمع بها في الأخبار يعني نتيجة لهذا الإعلام الهادم ليس الباني بدلا من أن يبني هو يهدم ولذلك مسؤوليته الأصل أن تكون أولا عظيمة في الدنيا لكنها بين هذا لا ستكون لا شك عظيمة لكن الأصل أن يحاسب هؤلاء الهدمون هؤلاء الذين يعني يضيعون سلوك الشعب وأخلاقه ويقضون عليه الأصل أن يقدموا إلى محاكمات لا أن يكرموا لكننا للأسف نرىهم يكرموا في نهاية المطاف ونرى الواحد منهم يتقاد الملايين وليس الآلاف يتقاد الملايين في حين الذين يربون في حين أن المعلمين أن الأساتذة أن رجال العلم أساتذة الجامعات ربما لا يتقاضون إلا يعني الشيء القليل ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم فضيلة الشيخ السلوك الآخر الشائع فعلا في رمضان ولا يسلم منه إلا القليل ألا وهو التركيز على الإكثار من الطعام وخاصة في وجبة الإفطار المولى عز وجل عندما يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين كيف يمكن للإنسان فعلا أن يجعل مائدة الإفطار في رمضان مائدة لا إسرافة فيها مائدة طاعة ليست مائدة الحلوية وكأنه احتفال يومي هو العجيب أن الناس يجمعون الطعام ثم لا يأكلون يعني العجيب أيضا أن كثير من الناس يجمعون الطعام على الإفطار يعني يعدون الوجبات الأشكال والألوان وإلى خير وصنوف الحلوى ثم يأتي وقت الإفطار لا يأكلون شيء ويرمى بعد ذلك الكثير منه في سلة القمامة وهكذا بدلا من أن يعني يقتصد في الإعداد الأصل أننا يا سيدي في شهر رمضان هو شهر طاعة لله سبحانه وتعالى ولذلك مما يأخذ علينا أن نجعل نساءنا يضيعون الأوقات في النهار في إعداد الطعام والأصناف وإلى آخره فإذا انتهى الطعام يعني يضيعون أوقات هنة كذلك في غصر الأدوات وفي ترتيب المنزل بعد وإلى آخره وهكذا يضيع الليل ويضيع النهار في البكون ويضيع المال أيضا نعم إضافة إلى طبعا الإصراف في المال ربنا قال كلوا واشربوا لكنه قال ولا تسرفوا الإصراف لا صح ولا جود ويجب الاقتصاد يعني يكفي ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن لأن كل إنسان لا تأكل لكن كله لا تسرف إن الله لا يحب المسرفين يعني بحسب ابن آدم لقيمات يقوم نبيها صلبة فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه نعم من السلوكيات للأخرى فضيلة الشيخ ألا وهي الإصراف أيضا حتى في المسألة له يعني بعضهم يجعل رمضان شهر المسابقات شهر المباريات ويا يا ليس هذه المباريات كانت فيما يفيد كانت في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إلا أنها تضييع للوقت وإثناء للساعات في غير منفعة لا شك أن المسابقات لو كانت في الطاعة لكانت خيرا كثيرا لكن هذه المسابقات للأسف هي يعني الكثير منها يكون في معصية الله سبحانه وتعالى الكثير منها يكون فيما يغضب الله عز وجل ولذلك تجد يعني الهدف منها ربما يعني تضييع الوقت وليس الهدف منها تنمية العقل وليس الهدف منها مثلا تزكية الروح كبعض المسابقات الإيمانية وليس الهدف منها مثلا ترشيد الإنسان لا الهدف من كثير من هذه المسابقات هي ضياع الوقت كيف يضيع الصائم وقته فيما لا يعود عليه بالخير ليته يضيعه بما يعود عليه بالفائدة يعني لو جلس يتلو كتاب الله أو يذكر أو يقرأ بابا من أبواب العلم أو يستمع إلى محاضرة علمية أو يناقش مسألة فهذا خير لدينه ودنياه لكن أن يجلس حول أمور يعني حتى لو كانت مباحة فليس هذا وقتها يعني حتى لو كانت مباحة فليس هذا وقتها ليكن وقتها في غير رمضان أما في رمضان فوقته هو وقت الطاعة والعبادة والمثول بين هذا الذي سبحانه وتعالى تلاوة القرآن الذكر نعم فضيلة الشيخ سنتابع في الموضوع لكن لدي أسئلة كثيرة وردت الباريحة واليوم نحاول نجيب عليها إن شاء الله من الأسئلة التي وردت أمس يقول هل يجوز أخلاقا أن أقاطع زملائي إذا شعرت أنهم يحرجونني ويحطون من قيمتي أثناء الحديث أو أثناء الاجتماعات ونحن نتحدث هنا عن مكارم الأخلاق هو الأصل أن لا يقاطع أحدا لا يحق خاصة لو كانوا من أهله وأصحابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يجرأ خوف فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام ولكن لو أن صاحبي أجد منه إساءة لي علي أن أنصحه مرة واثنتين وثلاث فإن أبى فأكفيه مني السلام الأخ يسأل فضيلة الشيخ ما معنى حديث ابن عمر رضي الله عنه من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهدية نعم الحديث هنا يعني ذو شق الشق الأول يتكلم عن أن الإنسان إذا خلع يعني طاعة لله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فقدم طاعة الله على كل شيء قال أطيعوا الله لأن الله سبحانه وتعالى فرض فرائد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائد فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسأل عنه فالإنسان يجب أن لا يتعد هذه الحدود وكذلك طاعة النبي عليه الصلاة والسلام أما طاعة ولي الأمر فهي مقرونة أولا بعدة صفات الصفة العولة أن يكون ولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا خاطب المؤمنين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أي منكم أيها المؤمنون لكن لو كان هؤلاء ليس منّا فلاهم أمر آخر هذه واحدة الأمر الثاني أن طاعة أولي الأمر ما لم تكن فيها معصية ما لم تكن فيها معصية لأنه القاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة لمخلوق وسيدنا أبو بكر كان يقول أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالإنسان يعني كذلك يعني إذا كانت في عنقه بيع لإنسان فعليه أن يوفي بها ما لم يكن ثمة حرام فلا توجد بيع على ما يغضب الله ولا توجد بيع على ما حرم الله عز وجل إنما البيعة يجب أن تكون على ما أحل الله على الأمر الحلال في دين الله الجائز في دين الله عز وجل ولكن هنا فضيلة الشيخ البعض قد يقول بأن عدم البيعة إذا كان الأمر يرى بأن الحاكم لا يحكم بما أنزل الله وبأن الحاكم عنده مخالفات شرعية كبيرة الخروج في هذه الحالة إذا كان خروجا شخصيا فهو دعوة للفتنة ودعوة للفوضى ودعوة للعنف وقد ينعكس على الشخص هو نفسه يعني نوضح هذه النقطة يعني هل عدم مثلا إطاعة أمر حاكم في أمر حرام حرام جلي هل يعني بالضرورة بأن هذا سيخرج ويحمل السيف ويطالب بالتغيير بالقوة لا ليس بالضرورة كذا أنا لم أكل هذا الكلام لذلك هذا التوضيح مهم فضيل تشير نعم هذا الكلام لا يقول به يعني أنا أسف إنسان عنده شيء من الدين أبدا إنما أنا أعني أنا لا أسمع له يعني أنا أسف يعني مثلا إذا سن قانون يحرم شيئا ما أحلى الله أنا لن أتعاطى مع هذا القانون هذا كل الذي أنا في إمكاناتي إذا عندي نصيحة أنصحها بالحسنة إذا ليست عندي نصيحة بالحسنة فلا يعني خلاص فلذلك هون سؤالي أن الناس ستقول طيب أنتم في المجلس الأوروبي للإفتاح في أوروبا والدول الأوروبية تحكم بالقانون الدستوري كما يسمى البعيد عن الأديان فإذا كانت هناك قوانين تخالف الإسلام كيف يتعامل معها المسلم؟ لا يوجد قانون يخالف الإسلام يلزمني يا سيدي لا يوجد قانون في الغرب يخالف الإسلام يلزمني وإحدى الجامعات في أمريكا عندما أقامت هكذا إحصاء بين بلدان العالم أي البلاد أقرب إلى منهج الإسلام المنهج في الإسلام أي البلاد كانت آيرلندا دولة الأولى يعني هكذا دولة أوروبية كانت دولة الأولى قبل أي دولة إسلامية أو أي دولة عربية لأنني عندما أنظر إلى الإسلام الحقيقة أرى الإسلام قيم الإسلام قيم الإسلام صح عبادات ومعاملات لكن قبل هذا وكل قيم يعني المسلم هنا يستطيع أن يؤدي عبادته من غير أن يجد تضييقا يستطيع أن يقول للحاكم إذا أخطأ أنت أخطأت يستطيع أن يؤدي شعائر ديني في حرية المرأة تستطيع أن تلبس حجابها في حرية أنت تستطيع أن يعني أن لا تتعامل مع أي قانون يخالف الشريعة من غير أن تجد من ينتظرك ليأخذك إلى السجن أو ليقبض عليك فضلت الشيخ الأخ أبو الهول من الولايات المتحدة الأمريكية يسأل يقول من لا يصلي التراوح هل يأثم وهل عليه عقاب خالف السنة السنة أن يصلي وحرم الأجر بس لا هذا الذي أستطيع أن أقوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الله وكفى بذلك الحرمان عقوبة نفسية إذا لا يريد أن يغفر له خلاص الأمر بيده أنا لا أستطيع أفرده عليه لأنه ليس فريضة ليس فريضة الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما عليه قال خمس صلوات في اليوم والليل قال لا أزيد عليه قال لا تزيد يعني الأمر إليه الأمر للإنسان إذا أراد أن يتقرب ولذلك يقول الله في الحديث الكدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل صلى الله عليه وسلم النوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبسل به وهذا الذي يبطش به ورجلي الذي يمشي عليها ولئن سألني لأعطي أنه ولئن استعاذ بي لأعيده ولكن فضيل الشيخ ربما الأخ يقصد أن تفوته صلاة التراويح في المسجد لكن الأصل أن لا يضيعها حتى في المنزل حتى لو بالقليل عندك ليل طويل هنا في أوروبا وفي أمريكا الشمالية الليل طويل بين العشاء وبين الفجر فليصلي ما استطاع نعم نعم يصلي ما استطاع إذا لم يستطع في المسجد يصلي بأهلي في البيت إذا لم يستطع بأهلي في البيت فليصلي متردا المهم أن لا تفوت هذه السنة العظيمة سؤال الثاني الحج لمن استطاع إليه سبيل ولكن أصبح من يرغب بأداء الحج يحتاج مبلغا كبير والتكارف في كل عام تزداد سؤاله ما الذي يمكن أن يعمله من أجل الحد من هذه التكلفة الباهظة حتى يصبح في مقدور المسلمين أداء الحج جميعا لم أفهم يعني هو سؤال اقتصادي حقيقة لكن يمكن نصيحة فضيلة الشيخ للقائمين على الحج أولا من المسؤولين في المملكة العربية السعودية من وزارة الحج ومن وكالات الحج هؤلاء أن يكون الحج منهم يؤدون طاعة عظيمة بتسهيل الحج لهؤلاء يعني لا يكون هذا هو مصدر الربح والاستثمار الاقتصادي الذي أريده من خلال أن أربح على هؤلاء المساكين الذين يتشوقون لأداء هذه الفريضة والغلاف الحج بيأتي من عدة أشياء الأمر الأول تأجير السكن في مكة وفي المدينة وهذا فيه مغالاة كثيرة جدا ولذلك أنصح أصحاب العمارات والفنادق هناك أن يعني يراعوا الله سبحانه وتعالى في ضيوف الرحمن ويعني أن بدلاً ما كنا نتكلم بالأمس نحن هنا عندنا في الغرب في المواسم الأمور ترخط يعني تكون رخيصة وتأتي عليها تنزيلات كثيرة لكن للأسف في بلاد الإسلام الأمور في المواسم تختلف الأسعار ترتفع في كل شيء لذلك نصيحتي للإخوان المسلمين يعني القائمين على أمر الفنادق وأمر العمارات في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة يعني أن يراعوا شيئاً ما أنا أعرف أن هذا موسم لهم لكنه كذلك أيضاً لابد أن يراعوا كيف أن الحاج كيف يجمع المال حتى يؤدي فعندما يسهل له أداء الفريضة سيكون لهم بذلك أجل عند الله سبحانه وتعالى هذه واحدة الأمر الثاني القائمين على شركات السياحة وشركات أداء الحج هذا أيضاً لهم نصيب عليهم أن يقللوا في أرباحهم بدلاً من أن يأخذ شيئاً ما كبيراً عليه أن يراعي الله سبحانه وتعالى وفي القليل إن شاء الله تكون البركة لعل الله سبحانه وتعالى عندما يسر لمسلم أمر أداء الحج فلعل الله سبحانه وتعالى يبارك له في ماله ويدفع عنه كثيراً من السوء وهو سيربح بالنهاية يعني اربح قليلاً تبع كثيراً تربح كثيراً في المحصلة أكيد نعم ولكن يعني أيضاً بالنسبة لإخواني الحجاج يعني الحقيقة عليهم أن يقتصدوا في أمورهم يعني برضو الحاج عايز لما يروح هناك تجدوا راجع بخمسة ستة ثلاثة أربع شنو مليان هدايا صحيح هو يريد يعني يعني يعطي الناس بعض الناس ليذب للحاج لأنه ليس معه هذا المال الذي يشتري به هذه الهدايا لا عليه يعني يتق الله والهدف أداء الفريض وإذا يعني جاء بهدايا بسيطة لا داعي لهذه أنت بتجد التزاحم من الحجاج على الأسواق أيضاً هناك تزاحم رهيب جداً وكل حاج يعني شاري ما شاء الله وزي ما قلت حضرتك يأتي بالوزن يعني كذا فالناس عليها أن تراعي أيضاً نفسها في هذا حتى تستطيع أن تحد الأخ عبدالخالق يسأل كيف يمكن أن يعمل الإنسان في الغرب لتحسين صورة المسلمين هنا في سلوكياتهم خلال شهر الرمضان وهل ممكن أن تقوم الجمعيات الإسلامية مثلاً بدعوة النصارى واليهود للإفطار معهم في موائد الإفطار كيف يمكن هذا السلوك أن يحسن من صورة أخلاقيات المسلم عند غير المسلمين يعني الصور كثيرة التي يستطيع المسلم بها أن يدعو الناس من غير أن يشعروا أنه يعني يعني يأخذهم إلى الإسلام بقوة لأن الإسلام لا يقبل هذا الإسلام يقول وكل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الإسلام يعطي للناس حرية الاختيار يعني في الدين لا إكراها في الدين قد تبيننا الرشد من الغيب لكن أنا علي أن أفتح المجال لأعرض ديني حسن العرض الإسلام لأن للأسف الإسلام يعرض مشوهاً في وسائل الإعلام في أي وسيلة من وسائل الإعلام ترى الإسلام مشوهاً عرضه للأسف فأنا كمركز إسلامي رسالتي أن أعرض الإسلام بصورة نقية الصافية فإذا كنت مثلاً أقيم مائدة إفطار وهكذا أو لماذا لا أدعو غير المسلمين إليها حتى يروا البساطة عندنا في الأكل وفي الطعام بعد الصيام الطويل هذا يروا إذا كيف يتحاب بالناس كيف يؤثر الصغير الكبير ويعطف الكبير على الصغير كيف يعني أن الناس يتكلمون ويتمازحون وعلى مائدة الإفطار بالكلام الطيب إلى آخره يعني كل هذا إلى شك سيترك أثراً وأنا أعرف أن مثل هذه الأمور تركت أثراً في نفوس كثير من غير المسلمين وفي أي مناشط نفتح الباب لغير المسلمين أن يأتوا حتى يروا الإسلام المعاملة السلوك الطيب حصل المعاملة يعني كثير من بلاد الإسلام ماليزيا وإندونيسيا وهذه البلاد إنما دخلت الإسلام بحسن أخلاق التجار الذين كانوا يفيدون عليها من بلاد الإسلام فضيلة الشيخ نتابع أيضاً في بعض السلوكيات متعلقة بأخلاق المسلم في رمضان تأخير الإفطار بلا عذر البعض يؤخر الإفطار ويخالف بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم حتى يقول لك يأكل مرة واحدة يعني يؤخر الإفطار ويسميه عشاء وهذا العشاء يكون في منتصف الليل وهو يعيد وبذلك أيضاً يتخلى عن السحور أولاً هو يضيع سنتين 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 وليست سنة واحدة يضيع سنتين بل ثلاث سنة من سنة النبي الهادي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم السنة الأولى يضيعها تعجيل الفطر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر ما عجلوا الفطر ولذلك كان النبي يقول لأصحابي إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائب فقد أفطر الصائب يعني إفطار الصائب غير متعلق بسماع الأذان إنما متعلق بغروب الشمس حتى لو تأخر المؤذن يتأخر أنا علي أن أفطر إذا غربت الشمس الذي يؤخر الإفطار هو لا شك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على تمرات فإن لم يجد فعلى رطبات فإن لم يجد حسى حساء من الحليب من الحليب فإن لم يجد شرب ماء فإنه طهور يعني النبي كان يبدأ بهذا ثم يصلي ثم أجلس لأقل فضيلة الشيخ أحد الإخوة يسأل في صلاة التراويح التي تختم بالشفع والوتر إذا صلى الشفع وحده ثم صلى الوتر فهل الشفع من التراويح والوتر وحدها طيب إذا صلىهم كلهم دون أن يفصل بين الشفع والوتر فهل تكون الثلاث ركعات هذه هي ويتره وأيهما أولى أولا يا سيدي الشفع معناه ركعتين والوتر معناها واحدة ولذلك قد يصلي الوترة خمس ركعات فيصلي ثنتين ثنتين واحدة بمعنى يصلي شفع ثم ويتر واحدة تمام هكذا يطلق على هذه الركعات فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الوترة واحدة وثلاثة وخمسة وسبعا وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم وصلىها تسعا كذلك صلىها تسعا النبي صلى الله عليه وسلم تجوز صلاة الوترة الثلاثة أو الخمسة متواصلات ويجوز ثنتين وأسلم ثنتين وأسلم ثم واحدة يجوز ثنتين وأسلم ثم أصلي ثلاثا متواصلات بلا تشهد أوسط أو ثلاثا متواصلات بتشهد أوسط أو ثنتين وأسلم ثم أصلي واحدة على أي صورة من هذه الصور التي ذكرتها فالصلاة جائزة لا تنفتلن اسمها الشفع هل هناك صيغة أكثر صحة من غيرها؟ لأن الشائع هو صلاة الشفع ركعتين والتسليم ثم الويتر بركعتين منفردة كلها جائزة كلها جائزة كل ذلك جائزة السؤال الآن هل هذه الشفع تكون من القيام من صلاة التراويح وإلا هي منفصلة وكيف يصلها إذا كان يصلي كما قلت حضرتك خمس ركعات هل يحسب الأربع ركعات من التراويح ويختم بركعة؟ هي كلها قيام الليل وختامها هذه الركعة الوتر كلها تسمى قيام ليل جميل وختامها هذه الركعة الوتر تمام؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم متراً آخر صلاتكم متراً يعني تصلي واحداً نعم أو تصلي ثلاثة كما ذكرت الطريقة التي تصلي نعم الآن أحد الإخوة يسأل فضلت الشيخ هل التبخرة المغلي مع الأعشاب واستنشاقها عن طريق الأنف يفطر الصيام أو يفطر الصائم؟ لا يفطر الصائم البخار لا يفطر الصائم استنشاق البخور والبخار لا يفطر الصائم نعم ولكن لو تعمد وقرب إلى البخور أو إلى البخار هكذا قرب إليه حتى دخل إلى من أنفي ووصل إلى الحلق لا هذا شيء آخر نعم إذا شعر به في حلقي عليه أن يمج وبذلك إذا نزل إلى الجوف فهو يفطر أحد الأخوة يسأل فضلت الشيخ الأخت نجات عفواً خاصة لو كان متعمداً أنا آسف بارك الله بك الأخت نجات تقول سؤالها الأول رئيسها في العمل أو رئيستها في العمل عفواً تزورها في مكتبها مرة كل شهر أو شهرين لمناقشة تفاصيل للشغل وعادة ما تقدم لها الشاي والقهوة وستزورها هذا الأسبوع فهل عليها إثم إن قدمت لها مشروب في هذا الشهر الفضيل يعني واضح أنه رئيستها في الشغل ليست مسلمة فعندما تأتي لزيارتها هل تأثم إذا قدمت لغير المسلم ضيافة طعام أو شراب يعني الأصل أن تبين لها أننا في شهر له ميزته وشهر له تقوصه وشهر له عاداته وشهر له أول سلو يعني هكذا يعني تبقى الأمر عندها صيام هكذا ولكنها لو رأت أنها قد تتأثر سلباً بهذا لا بأس إن جاءت لها بالشاي وقالت لها تفضلي معلش أنا صائمة لن أشرب معك الشاي وللأمانة حقيقة أنا شهدت مواقف أنه كثير من هؤلاء غير المسلمين يحترم فعلاً الصيام وحتى إن كان جنبه صديق أو زميل أو هكذا فيتحاشى أن يأكل أو يشرب بحضوره صحيح هذا صحيح سؤالها الثاني للأخت نجاة بالنسبة للمسافر هل يفتر فقط في اليوم الذي يسافر فيه أم طيلة المدة التي يبقى فيها مسافراً حتى لو كانت عدة أيام؟ هو المسافر المسافر تمام؟ المسافر يطلق عليه مسافر مدام مسافر سواء كان في يوم سفره أو في الأيام التي بين يومي السفر الذهاب والعودة يطلق عليه مسافر فلو كان هو مسافر مثلاً لعمل وهذا العمل شاق وتطلب منه جهد وبدل وربما لا يستطيع أن يؤديه مع الصيام يفتر فهو الرخصة معه في أنه في حكم المسافر لكن لو كان يستطيع الصيام هو فقط تعب في يوم السفر وعندما وصل مثلاً هو راح يزور أهله أو يزور أخاه أو هكذا مثلاً وعندما وصل إلى المكان واجد نفسه مستريحاً وغير متعب فصام فله الأجر ولذلك قال ربنا وأنت صوم خير لك وأنت صوم خير لك والصيام لمن قدر عليه في الصفر أفضل والفطر لمن لم يقدر على الصيام أفضل الأخ يسأل هل يجوز لي أن أصلي الوترة بعد صلاة العشاء والتراويح يعني صلى العشاء وصلى بعدها التراويح ثم صلى الوتر ويسأل هل يجوز بعدها أن أستيقظ في الليل وأصلي بعض الركعات في أواخر الليل والمقصود يعني كأنه يصلي شفع في هذه الحالة يعني هو يوتر قبل أن ينام ثم ينام مثلاً ويقوم ليصلي بعضاً من الركعات أو يوتر ثم يجلس مثلاً قليلاً ثم يرى نفسه عنده نشاط لمزيد من القيام هل له أن يفعل ذلك أن يصلي القيام بعد الوتر النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل ويتر آخر الصلاة ويتر لكنه لو أوتر ثم أراد أن يصلي فعليه أن يصلي من غير أن يوتر لأنه قد أوتر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ويتران في ليلة لا ويتران في ليلة يصلي ركعتين 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 فقط نعم الأخ يسأل عندما أفتح حساب توفير في بنك إسلامي فهل يجب علي هل يشترط علي أن يعرف الزبون نسبة كل طرف من الأرباح يعني هذه في عقود المرابحة الإسلامية إذا دخل عقود المضاربة عفواً مضارباً مع بنك وضع مال للاستثمار هل يجب عليه حتى يكون ذلك العقد حلالاً أن يعرف نسبة الربح من البنك ولا يستطيع البنك أن يكون له نسبة الربح قد يقول له تتراوح بين وبين لكن لا يستطيع البنك أن يقول له أنه لو قال له نسبة الربح في المال كذا كذا هذا ربح كأنه يعني تحايل نعم هذا يقول له أنا أخذت منك المال وسأعطيك عليه 5% أو 6% هذا هو ما تفعله البنوك الربوية ذاته يعني ولكن البنك الإسلامي لا يستطيع أن يقدم لك بحال بحال كم ستكون نسبة الأرباح لأنه لا يعلم كم من نسبة طيب بعض فضيلة الشيخ يعني يغفل بأنه المقصود في النسبة هي نسبة نسبة ربح إلى رأس المال لكن نسبة الربح عموماً من الربح لكل طرف هذا أمر آخر يعني أنه مثلاً إذا ربحوا ألف يجب أن يكون في العقد أنه الربح 50% مناصفة أو الربح 20% وهكذا أليس هناك فرق في الأمرين أيضاً؟ هذا فيه فرق هذا لما يدخل اثنين شركاء في شركة مثلاً يعني وخبال حضرتك وواحد يدخل بالمال وواحد يدخل بالجهد أو شيء من هذا قبيل المشاركة فتكون هناك نسبة في الربح من الربح يقول له أنا سأخذ 40% من الربح وأنت تأخذ 60% من الربح هذه المشاركة نعم تفضل الآن الحالات غير معلومة يعني غير معلومة كم هذا المال السؤال الأخير فضيلة الشيخ الأخ يسأل هل يجوز أن أدعو بدعاء الاستفتاح في صلاوات النافلة؟ نعم يجوز دعاء الاستفتاح في صلاة النافلة يجوز نعم في أي صلاة يجوز دعاء الاستفتاح بارك الله بك فضيلة الشيخ حسين حلاو وجزاك الله كل خير بهذا نصل عزيز المشاهدين إلى ختام هذه الحلقة نلقاكم غدا بإذن الله بإمكانكم دوما التواصل معنا عبر بريد البرنامج الإلكتروني فتوأة الحوار دوت تي في كما بإمكانكم متابعة برامجنا وهذه الحلقة مسجلة من خلال موقعنا في يوتيوب وكذلك التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه